هي وجوه مسيحية ترمز لحقب سوداء في تاريخ المسيحيين في لبنان شخصيات من اختراع مرحلة الوصاية السورية التي فرضتها كممثلة للمسيحيين وانطلاقا من دورها المسؤول على حد تعبيرها التقت وتداركت الأخطاء المحدقة بالوطن وقالت إنها تريد أن تعد ورقة عمل تنقذ المسيحيين انطلاقا مما يشهده لبنان وما يعصف بالمنطقة من تطورات خطيرة وما يثيره من قلق عبر عنه غبطة البطريارك ماربشارة بطرس الراعي لسيما حول المصير المسيحي في لبنان والمشرق العربي رأى المجتمعون من موقع استقلاليتهم أنه عليهم الاطلاع بدور مسؤول لبلورة مشروع وطني مستقبلي متحرر يتصدى للقضايا الجوهرية الأساسية خارج ذهنية الاستفاف في سبيل بناء دولة مدنية تعددية وصياغة عقد اجتماع جديد ضروري للبنان خارج ذهنية الاستفاف عبارة شدد عليها المجتمعون أكثر من مرة ما أدى إلى طرح علامات استفهام عدة حول الصفة الاستقلالية التي أطلقت على هذا اللقاء فيما مواقع ومواقف كل شخصية تصبوا في مصلحة كوى الثامن من آذار والغريب كان إعلانهم أنهم هبوا والتقوا لمواكبة خطاب البطريارك الراعي صحيح غبطة البطريارك ما طلب أبدا ولا بشكل من الأشكال أنه يكون فيه تحلق سياسي حوله أبدا وطلع كثير إشاعات أنه هو الداعي لهذا الاجتماع ليس صحيح أبدا المجتمعون تداعوا لأنه لقوا أنه من يجبن الوطني أنه يلتقوا لأنه هن شخصيات مستقلة غير مصطفة غير منتمية لأي تركيبة سياسية لأي محور محلي أو إقليم وبالتالي هذه الشخصيات كان لها دور أساسي في صناعة الماضي القريب للبنان وأنا برأيي وهي برأيي كمان أنه فيها تشارك في صناعة مستقبل لبنان هو تحلق حول فكر البطريارك ويبقى أن المجتمعين المتوجسين من الحراك العربي قالوا أنهم اختاروا مزار سيدة حريسة للقاء لرمزية المكان وليستوحوا المزيد من كلام البطريارك الماروني لكنهم لم يفصحوا تماما عن خلفية توقيت المؤتمر والأهم أي شريحة من المسيحيين يمثلون فعلا ترجمة نانسي قنقر